التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه وذلك اعتبارا من الأول من مارس المقبل حيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئة الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كما وجه الرئيس السيسي بتبكير صرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفية و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيه وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه وشاملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لنحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع الحد الأدنى رفع حد الإعفاء الضربي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العامي والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال الاتصال استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمل منطقة من اتساع رقعة الصراع وأكد الرئيس السيسي ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهديئة ودفع مصاري حل الدولتين يتوجه وزير الخارجية سمح شكر إلى عاصمة القبرصية نيكوسيا في زيارة تستهدف متابعة مصاري العلاقات بين البلدين والتشاوري حول التطورات الإقليمية والدولية وتتضمن زيارة الوزير شكر للقاءات هامة مع كل من الرئيس القبرصية ووزير الخارجية لتناول سبولي تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات ومواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة في قطاع غزة استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح وفي دير البلح وسط القطاع استشهد ثلاثة فلسطينيين بعد قصف الاحتلال منزلا قيد الإنشاء كانت تتواجد به عائلة نازحة يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس جنوب قطاع غزة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو رفضه مطالب حماس التي أوردتها ضمن ردها على مقترح باريس معكدا عزمه القضاء الكامل على الحركة في غزة وبشأن رد إسرائيل على المطالب الواردة في رد حماس على إطار صفقة التبادل قال نتانياهو في مؤتمر صحفي إنه يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطة لكن ليس في ضوء رد حماس وأكد نتانياهو أن مواصلة الضغط العسكرية شرط أساسي وأيضا عدم الإسسلام لمطالب حماس معتبرا أن التعاطي مع مطالب الحركة لن يؤدي إلى تحرير المحتجزين دع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل إلى إعطاء الأولوية للمدنيين في أي عملية عسكرية بمدينة رفح وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي إن فريقا تابعا للأمم المتحدة بدأ مهمة في شمال غزة لتقييم الأوضاع للمدنيين في الوقت نفسه حذر نتانياهو وحكومته من أفعال تؤجج التوترات التي تقود الدعم الدولي وتفرض قيودا أكبر على أمن إسرائيل أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارة جوية في العراق أدت إلى مقتل قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولا عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجامات على القوات الأمريكية في المنطقة وقالت القيادة المركزية الأمريكية ساند كوم في بيان إن الضربة الجوية جاءت ردا على الهجامات على جنود أمريكيين وأضف البيان أنه لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على وقوة أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين شنت الطائرة الأمريكية والبريطانية غارتين استهدفت منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة باليمن وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت عدة صواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن في حين قالت شركتنا للأمن البحري إن سفينة شحن مملوكة لبريطانيا تعرضت لأضرار إثر هجوم بتائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن وهو الهجوم الأحدث ضمن عشرات الحوادث في البحر الأحمر بدأ عشرات ملايين الناخبين في باكستان الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية الانتخابات تأتي غداة مقتل ثمانية وعشرين شخصا على الأقل في تفجيرين إرهابيين وقع في جنوب غرب البلاد وأعلنت وزارة الداخلية تعليق خدمة الهاتف المحمول مؤقتا في جميع أنحاء البلاد طيلة اليوم الانتخابية معللة هذا الإجراء بدواع أمنية ودعي نحو 128 مليون ناخب باكستاني للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار نواب البرلمان الاتحادية والبالغ عددهما 336 نائبا بالإضافة إلى أعضاء البرلمانات الإقليمية ترجمة نانسي قنقر